نظمت وزارة الداخلية بمقر كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة المؤتمر العلمي الثاني والذي عقد تحت عنوان نحو تثقيف أمني مجتمعي مستدام وشارك في المؤتمر ممثلون عن كافة فئات وأطياف المجتمع في إطار التعاون مع كافة مؤسسات الدولة نظمت كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة المؤتمر العلمي الثاني تحت عنوان نحو تثقيف أمني مجتمعي مستدام بمشاركة عدد من الأساتذة والخبراء المتخصصين وطلبات الجامعات والكليات العسكرية وكلية الشرطة وشباب وزارة الشباب والرياضة وعدد من قادرون باختلاف وممثل وسائل الإعلام والصفارات وعدد من الضباط الوافدين الدارسين بكلية الدراسات العليا تناول المؤتمر عدداً من الموضوعات في مقدمتها المتغيرات العالمية وتأثيرها على صناعة الوعي الأمني ومنظمات المجتمع المدني ودورها في تعزيز تعاون المجتمع مع الشرطة وأكاديمية الشرطة ودورها في نشر ثقافة الأمنية المجتمعية وتوظيف شبكات التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة ودعم الوعي العام إضافة إلى دور المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية والإعلامية في الارتقاء بالوعي وتعزيز القيم الوطنية أهمية هذه اللقاءات التي يتم عقدها بداخل أكاديمية الشرطة هو تعريف أبنائنا من الشباب بالعديد من الأمور ورفع وعيهم وحتى لا يتركوا نهباً للشائعات مشكلة مصر هي التوعية فما بنلاقي هذا الدور اللي بتقوم به وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة هو دور كبير وده هدفنا دايماً التنوير وإن احنا نطور نفسنا أهمية الوعي به الأضايا اللي مصر بتمر بيها والتحديات اللي بتمر بيها أعتقد أنه قضية أمن القوم هذه القضية محتاجة لمزيد من الجهود محتاجة لمزيد من الدراسات وقد أشهد المشاركون بالدور التوعوي الذي تقوم به وزارة الداخلية لتعزيز قيم المواطنة والارتقاء بثقافة ووعي المواطن وترسيخ المسئولية المجتمعية عيد جداً بأن الأكاديمية بتقدم نموذج مختلف ونموذج جديد في العمل الأمني اللي بيتضمن المساهمة في رفع المشتوى الوعي وفي تسخيف الشباب الصورة اللي احنا شكوناها على الأرضة ودعوة المجتمع الأهلي من يشارك ده طبعاً قناع من وزارة الداخلية ومن أكاديمية الشرطة ومن جولية دراستات العليا بدور المجتمع الأهلي وحرص الشرطة على التعاون مع الجمعيات والسلطة أهلية وده احنا حارسين جداً وإن شاء الله حيقدم تفعيله في الحرب قادمة الحقيقة طبعاً أنا بشكر أكاديمية الشرطة على التمزيم الرائع للمؤتمرات العلمية دي وأتمنى طبعاً أن يكون في مزيد من هذه المؤتمرات ومزيد من حضور الشباب في هذه المؤتمرات عشان ننشر ثقافة الوعي المجتمعي الأمني وتنمية مستدامة للمجتمع المصري وقد أثمرت مناقشات المؤتمر عن عدد من التوصيات في مقدمتها التأكيد على أن الأمن هو مسئولية مجتمعية يتشارك فيها الجميع ومواصلة دور المؤسسات الدينية في ترصيخ مفاهيم المواطنة والانتماء وتقدير الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في المشاركة بالمبادرات المجتمعية التي تؤكد العلاقة مع أطياف الشعب المختلفة كافة القضايا الأدنية لها أبعاد مجتمعية وبالتالي حينما تستفيد من هذه الحوارات وبتستضيف هذه النغبة في كافة التخصصات دمعناه مساعدة وزارة الداخلية من خلال إزراحها الأكاديمي في استخلاص المقترحات التنفيذية والتوصيات التي يمكن استفادة منها في تطوير العمل المستقبلي بالوزارة النهاردة شفنا كوادر كتيرة تعلمنا منهم حاجات كتيرة تعرفنا عن حاجات اللي بتحصل في البلاد اللي حوالينا نعرف إزاي نستقبل المعلومة إزاي نفندها إزاي نبص صورة المصدر إزاي نتتبع ونوصل المعلومة الصحة وهكذا تسعى وزارة الداخلية نحو بناء مجتمع متكامل يتمتع بقدرة ثقافية عالية وقادر على مواجهة التحديات بما يملكه من وعي بكافة المستجدات والمتغيرات ترجمة نانسي قنقر